لكن كمان الخبر المهم يا جماعة الخبر الاهلاوي بقى التأدير لميشيل ينكون مدرب حراس المرمة الراجل ده جي مع الجهاز الفني بتاع رينيف فيلر السويسري ميشيل ينكون ومعاونيه ميشيل ينكون قرر البقاء حب الاهلي على كفاءة عادية جدا مسؤول النادي شايفين انه هو اولا حد مخلص جدا وحد عنده درجة من الرغبة في البقاء فضل موجود مع الجهاز الفني لمستر بيتسو موسماني والانا باشموندس لانه ريكارل سوارش جي معه مدرب حراس مرمة تكرر الابقاء على ميشيل ينكون لقطاع الناشئين بص ميشيل ينكون مش بس انت بتبقي عليه لحبه للنادي الاهلي وتقديره للنادي الاهلي وعشقه لمصر هو قسرته دي نقطة مهمة لانها بتفرز اخلاص في العمل ولكن ليه كفاءته يعني حقيقة انه له دور في ان حراس المرمة في النادي الاهلي يعني ودائما القريبين من الامور يقولك الاهلي مش محتاجي يجيب حرس مرمة من بره فتصور ربا ضارة النفعة يعني احيانا قدر يقودك الى القرار بالاسلب ان يستفاد من هذه الخبرة بشكل جلوبل بشكل اكثر شمولية يطورك انه يبقى مسؤول عن عمل مجموعة من المدربين بخبرات ميشيل يانكون وهو في خطاع الناشئين فيطلع لك اللعيبة متأسسة بقى حراس متأسسين قرار انت بتاخده يصادف انه هو قرار السليم الروعة في هذا الرجل انه مكبرش يعني ازاي بعد ما كنت انا مع الفريق الاول وطبع الفريق الاول المزايا مش بس ان المزايا مالية هو نازل بنفس امتيازاته ومخصصاته وكل حاجة يعني لكن احتراما له لكن ما تنساش انك انت اللي بتروح كسل عالم مثلا وسافر افريقيا وتلعب هو بيروح يحتك ويشوف ويستفيد ويضاف الى خبرات لا ويضاف الى السي في بتاعه النفاز مع النادي القلب كذا وكذا وكذا ولكنه عنده مسؤولية اخطر واهم واعمق انه يعمل لنا حراس مرمى على حق